موسيقى 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 أهلا أعزائنا المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور أصلي إلى الله أن نتبارك من خلال هذه الحلقة ولسيما حلقة مهمة جدا ومهمة أن نسمعها موضوع الحديث أو موضوع الحلقة الكنيسة التي نحتاجها وطبعا هذا موضوع في غاية الأهمية في أفكار كتير مغلوطة عن الكنيسة عن موضوعها عن فكرتها عن تعريفها وطبعا إحنا محتاجين نعرف الغرض الرئيسي الأساسي من الله لموضوع أو في موضوع الكنيسة وأنا بصلي اليوم أن نلقي الدوء يكون فيه نور حلو في هذا الموضوع اللي منتعلم عن غرض الله من الكنيسة والفكر الصحيح ليه الكنيسة وليه وأي أو أي كنيسة إحنا منحتاجها في هذه الأيام أكيد أنت لمستوا من حديثي أنا مش باتكلم على طايفي ولا على طوائف أو كنائس فنحن جميعنا نحتاج إلى الفكر الإلهي نحتاج إلى الفكر الكتابي في هذا الموضوع لذلك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل لأقدم ضيف الحلقة سأعود بعد هذا الموضوع الكنيسة التي نحتاجها أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامج ليكن نور حديثنا عن الكنيسة التي نحتاجها يسرنا أن أستضيف أخ وصديق وبشكر الله من أجله رجل الله القسيس يوناثان بولوس القسيس يوناثان هو راعي الكنيسة الرسولية في وكالة البلح في القاهرة وهو معنا حاليا في الستوديو أهلا وسهلا أسيس يوناثان أهلا بيك حتى الأسيس ساعد جدا أن أكون موجود مع حضرتك وشرف كبير وامتياز أنه دايما نشوفك ونسمع أخبارك والله عم باستخدمك بقوة وطبعا الأسيس يوناثان مش غريب كتير منكم بشاهدوه على القنوات الفضائية الكنيسة التي نحتاجها طبعا أنت راعي كنيسة معلم للكلمة خادم متجول وإحنا بنقول وإلك سنين وخبرة وإنت عارف الإحتياجات ولكن عندما نقول الكنيسة التي نحتاجها يعني بعد ألفين سنة ممكن نقول الكنيسة التي نحتاجها إيه اللي إحنا محتاجينه في الكنيسة تفضل أسيس يوناثان الحقيقة إحنا محتاجين نتكلم في الموضوعات بقوة لأن الكنيسة تحارب من إبليس بعنف الزواج والكنيسة دول المؤسستين الكبار الإلهيتين الزواج مشروع إلهي والكنيسة مشروع إلهي فإبليس بيحارب هذا المشروع بعنف سواء الزواج إحنا شايفينه النهاردة كل محاولات إبليس لتدمير الأسرة والزواج بطرق مختلفة وأيضا الكنيسة وإحنا محتاجين نقف ونراجع فكرة الله تجاه الكنيسة ونصحح أخطاء مغلوطة وندور على الفكر الكتابي الصحيح لأنه الكنيسة احتياج حقيقي لشعب الرب ولولاد الرب وللتحقيق مقاصد الرب في الأرض عشان كده عايزين نقف ونفكر ونشوف وإحنا بنبص في واقعنا كمان ونشوف إبليس بيعمل إيه معنا عشان نصحح الأفكار دي ونرجع لكلمة الله فعايز أبدأ بداية مهمة محتاج آيات فرقت معا شخصيا يعني عملت عندي استنارة كراعي ونورت عني وأنا بتعامل إزاي مع الكنيسة في أعمال الرسل وأصحح عشرين طبعا إحنا متشوقين نسمع كمان أسيس كنت عاوز أقول مثل ما قلت أنه فكر الله برضو فكر المسيح أبني كنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها هذا هو غرض يسوع المسيح من الكنيسة تفضل في أعمال الرسل بوليس بيكلم قصوص أفاسوس قبل بما يسيبهم فبيقول خطابه الوداعي ليهم وبيحكي معهم فبيقول في عدد تمانية وعشرين احتردوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح الكدس فيها أساقفة والترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه كنيسة الله التي اقتناها بدمه الكنيسة غالية جدا ولما نقول الكنيسة نحن مش منتكلم عن مباني نحن مش منتكلم على حجارة نحن مش منتكلم على أماكن نحن تحدث عن جسد المسيح عن أولاد الرب الكنيسة هي أعضاء جسد والأفراد مؤمنين اختبروا خلاص وعمل الفداء فدول الكنيسة دول قطيع الرب سواء لما نقول ده في كل العالم أو الكنيسة المحلية ولاد الرب في منطقة معينة بيكتمعوا معا حول الرب رأس الكنيسة كنيسة المنظورة هنا الفكرة قوية جدا بيقول لي أنا دافع دمي فيها اقتناها بدمه غالية سمينة جدا بيحبها قوي لدرجة أنه مات لأجلها واشتراها بأغلى تمن أنا محتاج أشوف الكنيسة بعينيه إنها قيمة غالية أشوف المؤمنين حتى الضعفة واللي لسه بيسرعوا والأطفال اللي جئين للإيمان أرى الكنيسة بعينيه هو إزاي أحبها وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها زي ما قال الرسول بوليسي آفس خمسة لكفكرة تانية في الآية دي كمان أرى أنها ملك ومش ملكي كنيسة المؤمنين مش ملكي أنا كأسيس الكنيسة وأنا ملكي طيفة وعادة نحن مستخدم التعبير هاي كنيسة وهاي كنيستك وهاي كنيسته إلى آخرين بس هي كنيسته هو بالضبط بتاعته هو وكل حد بيخدم في الكنيسة هو وكيل يقول الرسول بوتوس كوكلاء صلحين على نعمة الله المتنوعة إحنا وكلة مش ملاك مش بتاعتنا أنا ممتش شعبي المسيح هو المات عشانهم ملكي ليه هو بس شرفني وقال لي تعال اشتغل معي والرسول بوتوسي يقول بفخر نحن عاملان مع الله بولس فده حقيقة إحنا محتاجين النهاردة الكنيسة اللي إحنا محتاجينها يبقى خدامها قادتها القصوص كل المسؤولين يروا الكنيسة بهذا العين أنها ملك المسيح مشترى دفع دمه فيه مش بتاعتنا وكل حد فينا بيقام وكيل وهنسأل كوكلاء وهيطلب مننا الأمانة في العمل اللي بنقوم بي فيه تعبير قوي جدا هنا يقول أقامكم الروح الكدس فيها أساقف مش بمزاجي أنا بختار أمسي الكنيسة دي والذي ودي أحسن ودي أكبر ودي أصغر الروح الكدس الروح الكدس هو ليقيمني ولما يقيمني في المكان ده أحيا وكيل أمين على شعب الرب وعلى ولاد الرب اهتم بيهم على أن دول حتة منه وحبهم يعني فيه تعبير المقول المسيح عن الكنيسة أنها عروسه نعم أنت مش هتقابل مؤمن في حتة إلا يقولك أنا بحب الرب يسوع جدا فتقول طب بتحب عروسته لك لا أنا بحبش المؤمنين فتقول طب إزاي ما تحبش المؤمنين عروسته وتحبه هو إذا بتحبه كلام خطير هذا أسيس يعني أنا اللي بفهمه من هذه الآية أنها الكنيسة هي كنيسة الله اندفع فيها ثمن له دم المسيح اقتناها بدمه والفكر الصحيح الثاني أنه هذه الكنيسة هو الروح القدس الذي يقيم الخدام والخدمات يعني هو رئيس الرعاة مش إحنا اللي بنرسل أنفسنا هو الروح الله اللي بيقيم هو اللي بيرسل كما فعل مع بولوس وبرنابة في أعمال 13 تمام تمام أفرزوا لي برنابة وشاول العمل الذي دعا وتهم هو الرب اللي بيقول مين يعمل إيه وفين بس هذا كلام خطير أساس بكل أسف ضاعت المفاهيم الأولى البسيطة أنا بيعطيها بدي مفاهيم بسيطة أساسية بس فقدت وأصبح الموضوع بيتحرك فيه بطرق فيها نوع من الجزدانية والفكر الإنساني البشري لكن عايزين نرجع تاني الكريم مطلع ونشوف الكنيسة في عنين اللي دفع دمه فيها دي غالية عليه أنا تاني بقول غالية عليه وممنوع حد فينا من اللي بيخدم في الكنيسة يمد إيده يؤذي هذا العمل يلخبط هذا العمل إحنا مش بندور عن نفسنا في الكنيسة كخدام وكقادة إحنا بندور عليه هو هو رأس الكنيسة هو اللي افتداها هو المسؤول عنها هقولك تعبير تاني أربطه بالآية دي حضرتك برضو فرق معاه شخصيا جدا يعني كراعي أنا بتكلم من واقع عملي حقيقي فأنا أسيس بقالي 30 سنة في الكنيسة فبتكلم من واقع خدمة كمان في سفر رؤية صحي 2 السبع رسائل اللي بعته من ربل السبع كناس يعني الحقيقة مؤثرين جدا يورينا إزاي المسيح رأس الكنيسة واخد باله من كل التفاصيل يعني لو قردت للإسحاحين دول في قعدة واحدة تنبهر ليه لأنه بيحكي تفاصيل يقوله أنا عارف تعبك وصبرك واحتمالك وأين تسكن وأن الأعمال يعني باخد الجمل من أكثر أيوة إن أعمالك الأولى دلوقتي أكثر أعمالك أخير أكثر من الأولى ومرة تانية يقوله عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى الأولى ومرة تانية يقوله عندك أنتباس يعني تعرف الفرد في الكنيسة بالإسم شهيدي شهيدي واحد هو اسمه يقوله أنا عارف وعندك مجموعة قليلة يعني التفاصيل عارف حتى الأسيس هو عارف تفاصيل ما يحدث في كل الكنيسة لأنها كنيسته التعبير اللفت نظري أول قدم نفسه المسيح لكنيسة أفس يقول الماشي وسط سبع منقر لهم السبع كناس أنا التعبير ده فهمته إزاي أن الرب يسوع شايف وحاضر وسامع كل ما يحدث في كل كنيسة أعداد الإدارية التدبيرية التليفونات الأحاديث التخطيط الكل ما يحدث هو شايفه وعارفه تماما فوصلت القناعة جوايا أنا محتاج وأنا بعمل كل حاجة أبقى بصص عليه بقوله هعمل ده قدامك واللي مش عارف أعمله قدامه لأنه رأس الكنيسة ما عملوش واللي مش عارف أقوله قدامه لأنه هو رأس الكنيسة ما قلوش يمكن لو حد من كنيستي يسمع الحلقة دي حيبقى واعل اللي بقوله كويس أنا بقول دايما في كل قعدة تدبيرية تعالوا نصلي قبل ما نبدأ وأقول للرب هنتحدث أمامك لأنك أنت صاحب الكنيسة هنفكر وعايزين تلهمنا نعمل إيه عشان دي كنيستك مش بتاعتنا دي بتاعتك والشعب دي شعبك والنفوس دي نفوسك عارف حتى أسيس الفكرة دي بتعمل إيه هي بتغير فكرة القدى والخدام مجموعة اجتماعي ولادي الملكية كنيستي ما ده الخوف الكتير من الخدام والخدمات عندهم مخاوف أنه واحد يتركه يروح لكنيسة التانية وكأنه عايش يعني لهذا الموضوع بدل ما أن يكون دعوته وخدمته والفكرة كلها الفكرة الصحيحة أنه الله هو صاحب ومالك كل الأمر والروح القدس هو اللي بيعمل فينا الفكرة دي مغيرة لما نعمل كده وحدك بتتكلم كمان أضفت حتة كويسة عايز فكرتني بها أقولها الشخص اللي بينتمي لكنيسة محلية هو ينتمي بدعوة إلهية ليه هل أنا كابن لرب أحضر أي كنيسة لا اللي ربنا عاوزني فيها لأنه الكنيسة اللي هاحضرها هتبني فيها وهبني فيها هتخدم فيها وهخدم فيها هتبارك فيها وهكون باركة لإخواتي الكنيسة بيحصل فيها الاتجاهين أنا أبارك وأكون باركة أنا أخدم وأخدم مرات الفكر بتاعنا دلوقت الاستهلاكي بتاع المجتمع بتاعنا إحنا إحنا نضوع على كنيسة تخدمني لكن مش أخدم فيها تريحني مش أكون باركة فيها بس الحقيقة ربنا بتحرك بيننا حياتين هخدمك في المكان ده هبنيك هنا وهستخدمك تبنيك كمان في المكان ده وتكون باركة في المكان مين يحدد الرب يقول لي تقعد هنا أو سيب هنا وروح هنا لأنه كنيسة الرب بزبط دي كنيسة الرب مش على مزاجة يعني كتير ناس بتروح من مكان إلى مكان هروبا أو حتى يعني يسمع حاجة اللي بتبسته يعني أكتر ما يكون عنده المسؤولية إنه يخدم ويعمل ويعطي في الكنيسة لو سألت حد تقوله في كنيسة شوية تعبانة مش قوية قوي وكنيسة قوية تروح أني واحدة فيهم فمنطق يقول لي كرحي قوية بس مرات ربنا يقول لي أنا عايزك أشكلك في وسطهم وتساعد في نجاح العباد هقول تعبير في القصة دي فارق معي جدا في أشايح ستين لما يحكي عن برنامج المسيح روح الرب علي لأنه أرسلني بعد ما بيحكي وبعين يقول فيدعون أشجر بر غرس الرب للتمجيد مش عايزة أقول لي حتى قديت الجملة دي ليها تأثير في الروح نحن غرس الرب هو الذي يغرسنا هو يغرسني في سكن هو يغرسني في دولة هو يغرسني في كنيسة هو يغرسني في خدمة هو اللي يغرسني أنا مش بتحرك من نفسي لكن يرسلنا يقيمنا عشان أكون واحد ليه تأثير وليه دور في ملكوت الله فالكنيسة رسالي إلي أحضر أنا كنيسة ما تحركش من نفسي لكن أتواجد في الدائرة اللي رب أقامني فيها فإذا أسيس إحنا أو مثل محاضرتك ابتدأت إنه الكنيسة هي في في فكر الله وأنه في مشروعين اللي هي مؤسسات إلهية مسروع الزواج الرب اللي هندس واللي يعني فكرة الزواج هي فكرة إلهية ومشان هيك إبليس عم بحارب الأسرة والمؤسسة التانية هي الكنيسة لأنه بقول يسوع أبني كنيسة أو كنيسة الله التي اقتناها بدمه وبعدين شاركت عن الفكر الصحيح يعني إيه الفكرة الصحيحة لموضوع الكنيسة ولكن ما بعد الفكر الصحيح إيه اللي عاوز أوكي يعني هالكنيسة إيه اللي ممكن يعني تكون الخطوات العملية أو الأعمدة اللي بتساعدنا إنه هذه هي الكنيسة اللي في فكر الله أمين بس تعالين عن كلام الجميل حتى تقوله دلوقتي إذا الزواج فكر إلهي والكنيسة فكر إلهي لازم نرجع للكتاب بيقول إيه عن الجواز وبيقوله عن الكنيسة ليه لإحنا متلخبطين لأن إبليس بيخبط في الكصة دي وإحنا تايهين يفتح الكتاب ماذا يقول الكتاب من قدس عن الزواج هنمشي وراه هو مش المجتمع بيقول إيه ليس جيدا أن يكون آدم وحده أصنع له معينا بعدين مكتوب يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأتي فيكون الاثنان جسدا واحدا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان فالزواج مؤسسة إلهية ليه لأنه غرض الله رجل امرأة بيلتصقه بصيره جسد واحد ليس رجل ورجل أو امرأة مع امرأة أو فكرة الزواج المتعدد يتزوج أكتر من زوجي هذا مرفوض رفضا كليا بحسب الكتاب المقدس فهذا يعتبر زنا شوف أنت قلت بحسب الكتاب المقدس نعم هو ده اللي إحنا عايزين نقف عن هو لازم نقول الفكر الكتابي بغض النظر يعني الناس حبت أو لم تحب طبعا طبعا هكذا أيضا الكنيسة فضل هنبحث الكنيسة في فكرة الله إزاي كنيسة يقول لرسول بوريس في كورونس القولة الصحة 12 جسده هو رأس الكنيسة وجسده أفرادا إحنا الكنيسة التعبير اللي ينفع هو جسد المسيح يعني إيه جسد المسيح هو اللي بيظهر بها ذاته كيف يعلن ذاته المسيح النهاردة عن طريق الكنيسة فالكنيسة غالية وهمة جدا يستعلن فيها المسيح في العالم يظهر ذاته فيها وفي نفس الوقت مكتوب في أفسس له المجد في الكنيسة نعم هو يمجد في الكنيسة نعم فالمفروض راعي وراعية كلنا مشغولين أن نمجد المسيح في الكنيسة أمين وعنينا بص على الفكرة دي وبندور وإحنا بنعمل كل حاجة هل يتمجد المسيح؟ نعم هنعمل ده بكل قلبنا هل دفعنا وإحنا بنعمل ده مجد المسيح؟ أمين هنمشي السكة دي فكاننا بنسترجع تاني وده اللي قاله عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى لأن المحبة الأولى بتخليني أدور مجده بحبه أدور أكرمه بحبه عايزه يتعظم ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص كمل الرسالة فانظر من أين سقطت وتب وعمل الأعمال الأولى لألا أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب فيه رسالة جدية في الموضوع لأنه هو مسؤول عن الكنيسة هو صاحبها نعم فمن حقه يركنه هوقف شهادتك هزحزح منارتك هوقف شهادتك لما بتروع على الكنيس اليوم يعني والاكتشافات الحفرية آخر اكتشافات في كنيسة لاوديكية أكتر من عشر كنيس اكتشفوا بقول واو صوت الرب اللي كان للكنيس السبعة في السفر الرؤية وخدمة رجال الله مثل بولوس مثل تيموثاوس مثل يحنى مثل بوليكارب بوليكاربوس تلميذ يحنى أعظم الشخصية تشوفوا اليوم الوضع في تركيا يعني أين الكنائس رسالة جدية خطيرة عشان كده مهم النهاردة كلها نقف يعني دي دعوين كلنا أنه نتعامل مع الكنيسة بمنتهى الجدية والحظة لأنها غالية جدا ليها كبير أنا موحب أقول التعبير ده ليها كبير ليه في حد مسؤول عنها مش متسابة كده الناس تلعب فيها بروحتها مطلاقا إن كان الرب مرات ينتظر لكن إذا حد بيستهين بالكنيسة الرب هدخل في المشهد ويزيل ناس من الطريق ده شاول لما الرب تقابل معاه قال له شاول شاول لماذا تتطهدني فقال له من أنت يا سيد شفتكش قبل كده دول دول جسدي قال له أنا الرب الذي أنت تتطهده قال دول حتة مني فإنت بتلمسه كأنك بتلمسني تخلى وانا بقى فكرت بالطريقة دي احنا بنشوفها في الاضطهاد مع غير المسيحين المسيحين أنا عايز أشوفها بقى مع المؤمنين المسؤولين في الكنيس لما يتعاملوا مع قطيع الرب في الكنيسة رب يقولوا دول ولادي حتى مني بتعاملهم إزاي بتعاملهم إزاي بتحبهم وتخدمهم عشان دول ولادي أنا عايز أقول حتك نظرتي بتتغير لما بتعامل مع الناس اللي بخدمها في الكنيسة أنهم ولاده والنهم غالين عليه ودافع دمه فيه بخلي نظرتي تتغير أخدمهم من قلبي مش هو يستحق أو لأ هو مقدر أو مش مقدر مش هو مش شايفه فهو بيعمل إيه أنا بخدم المسيح لأنه هو الجزء من جسد المسيح آمين قبل ما ندخل الجزئية الثانية السيس بحب بعطي فرصة لكل مشاهد إذا يمكن أنت متعود على فكرة معينة في موضوع الكنيسة واليوم عم تسمع كلمات اللي هي بتحثك على التغير تتغير العقلية وتكتسب عدات جديدة وتتبع الفكرة الكتابة في موضوع الكنيسة ومن كل قلبي بقول لا إذا أنت محتاج لمساعدة روحية من فضلك اتواصل معنا ونحب نساعدك في هذا الموضوع سأواصل الحديثة بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائنا مشاهدينا حديثنا في هذه الحلقة الكنيسة التي نحتاجها الكنيسة بحسب فكر الرب وبحسب فكر كلمة الرب الكتاب المقدس وإحنا شفنا الأسيس يوناثان كلمنا عن الفكرة الصحيحة للكنيسة إنه هي جسد الرب اقتناها بدمه هي كنيسة الله اشتراها بدمه وفي نفس الوقت الروح القدس هو الذي يقيم ويعمل ويدعو ويعمل كل شيء في داخل الكنيسة لو مشينا على هذه المعادلة أكيد كل كنيسنا رح تكون ناجحة جداً أسيس إذا في عندك أي إضافة قبل ما ندخل عن الأعمدة الصحيحة الكنيسة أحدك ذكرت الروح القدس لما قلنا أنه أقامكم أصاقفة نعم أنا خليني أدخل في العمود الأول هو الروح القدس حلو فإذا أهم يعني شيء مهم في الكنيسة هو الروح القدس إذا ما فيش الروح القدس ما فيش كنيسة ما فيش كنيسة أو مجرد اسم يعني شكل كوردة بلا أريج يعني ما فيش يعني مالهاش ريحة ميت لأنها مفهاش حياة أروح الكرس الحياة مفهاش قيادة لأنه روح الكرس هو اللي بينقل اللي في قلب الرب للكنيسة وهو اللي بيماجد المسيح زاكي وماجدني أنه يأخذ مما ليه ويخبركم طب له هو روح الكرس مش موجود هو روح الكرس اللي بخلي الكنيسة حياة تنبض حياة مش ميت تيروتوني يعني بالعكس فيها حياة ولي كيف يخلص إنسان بدون روح الكرس روح الكرس هو اللي بيعمل عملية التغيير في قلب الإنسان كلمة والروح بيتولد الإنسان المشكلة بدل ما يمتلئ من الروح عم بيمتلئ من النفس اختبار كأنه مشابه بعيش كل حياة في الكنيسة بدون قوة الروح القدس بس ده راجع لنا إحنا محتاجين كلنا في الكنيسة نرى أن روح الكرس هو الميسترو المسؤول عن الكنيسة اللي بياخد الكنيسة للحياة الصحيحة اللي بيعلن لنا فكر المسيح اللي بيخلنا إزاي نمجد المسيح نتمم مقاصده إزاي في الكنيسة نعمل إيه؟ أنا هقول التعبات مع حدك من أعمال الرسل أيوة ومن فضلك يعني لأنه عاوزين نعرف هاي نقطة كتير كتير مهمة موضوع الروح القدس في الكنيسة وانت بتكلم مش بس من ناحية كتابيت بتكلم عن خبرة من خلال كنيستك طبعا آه طبعا الكتاب بيقول برضو بسفر رؤية أو كنيست الرب أي الله تمنك كوكيل علينا دبقة حلوة دي كده تأثير الحلقة علينا آه أوكي أوكي بيقول في رؤية اتنين وتتا برضو سبع مرات يقرر هذا التعبير من له أزنان للسمع فليسمع ما يقول الروح الكنيس وكانه بيقول لازم نسمع الروح بيقول ايه لازم ندي ودنة روح الكورس بيقول ايه هو اللي ليه حق يقول تعمله دي ما تعملهش دي خدوا بالكو من دي بيبكتنا على طرق غلط بيقول لي دي مش الدور اللي عايزك تعمله دلوقتي في حرب روحية انتبه دلوقتي أنا عايز أقيم الخدم دوت ده أنا عايز أبص محاتك في ازاي قوة اللي احنا بنقوله ده لان الروح الكورس دي اكتر من زاوية جواب الكنيسة فمثلا ناخد مشهد من أعمال الرسل في اختلاف على فكر نعمل ايه المجمع مش هلين من الأولاني التعبير اللي قالوه قال الروح أو رأى الروح الكورس ونحن رأى الروح الكورس ونحن روعد هذا التعبير في اختلاف في قضية في مشكلة عليها اختلاف في أعمال خمسة عشر أعمال خمسة عشر ده أول مجمع يتعمل ومش عارفين نعمل ايه لك رأى الروح الكورس ونحن روعة طبعا بعالجوا بس للمشاهد مشكلة دعاة التهويد اللي أصروا انه عشان يكون واحد مسيحي لازم يكون يهودي بالأول فطبعا حاربوا الفكرة انه ما فيش داعي للاختتان للأمم يعني ما فيش داعي يختتنوا او يحافظوا او يمارسوا أعمال النموس بس شوف التعبير اللي استخدموه كأنه الروح الكورس شريك معنا في اتخاذ القرارات في العمل وصف التعبير ده شريك معنا في اتخاذ القرارات نحن لنأخذ قراراتنا بمفردنا الروح الكدس ونقعد نقول له نعملها ازاي ونحل دي ازاي وانت شايف ايه لانه بيقودنا فانا التعبير ده رهيب برضو من التعبيرات المؤثرة اللي بتخلينا نراجع عنفسنا واحنا بناخد قرارات كتيرة في خدمات كتيرة رأى الروح الكورس ونحن مرة تانية في عمل 13 يقول قال الروح الكورس افرزوا ليه بالنبا وشاوي اذا الروح الكورس يحدد من يخدم ويرسل الى فين ويعمل ايه فيختار هو اللي بيختار زي ما كنت تريد من قدوة اقامكم اصاقفة هو الذي يقيم الاصاقفة هو الذي يقيم القصوص هو اللي يرسلني يقول انا عايزك في الكنيسة دا كمين بتكلم كأسيس كقائد كخادم لان دلوقتي احنا في العصر بتاع ان احنا قدامنا الكنيس كلها وموجودة على الفيسبوك وتقدر تخش على الانترنت بتعرف كنيسة تعمل ايه وانشطها ايه وبرامجها ايه وتختار بقى كأنك بتختار نادي نو ده مش الفكر الصحيح ربنا يقيمني في هذا المكان يغرسني في هذا المكان بس بروح الكرس قال الروح الكرس فروح الكرس هو اللي يقودنا في الاختلافات والقرارات هو اللي يقيم خدام في الكنيسة ومش بس كده احنا بنخدم في الكنيسة ما هي قوة الخدمة اللي بنخدم يقول رسول بطرس إن كان أحد يتكلم فكأ أقوال الله وإن كان أحد يخدم فكأنه من قوة يمنح الله اي قوة دي قوة روح الكرس قولي إزاي تخدم من غير كوة روح الكرس هتقول كلام جميل لكن بلا فعالية هتقول كلام يعجب الدماغ لكن ما يغيرش الناس صح هنقول حاجات بنعمل أنشطة أنشطة بلا بلا خدام مش ممتلئين بروح الكرس هي أنشطة ميتة ممكن تعمل للناس انبساط لكن لا تؤثر في حيات الناس أحدهم قال تعبير ما الفرق بين النادي والكنيسة أروح الكرس لأن دوقتي احنا بنعمل إيه في الكنيسة احنا بنعمل أنشطة زي النادي بنعمل رحلة وبنعمل مؤتمر وبنعمل لقاءات وبنعمل مهرجانات وحاجات كتيرة وده كويس ما هو الفرق بين المسيح الاسمي والمسيحي الحقيقي أروح الكرس أروح الكرس اللي بيدي الحياة أمين هو مصدر الحياة هو اللي بيقوم بإعطاء الحياة للإنسان الإنسان ميت بزر روح الكرس احنا يعني أي حد لا روح الكرس بتحرك في حياته ولا ممتلئ هو ميت وخدمته ميتة وأعماله ميتة ما فيهاش حياة لكن الشخص الممتلئ من روح الكرس واللي بتحرك وراء قطة روح الكرس ما يصنعه حي ويحي يقول كلمات بالروح تحيي ناس نعم لأنها خرجة بقوة روح الله وخرجة من روح الله فخرجة بقيادة إلهية فتؤثر وتغير في حياة الناس حسقيال 37 أرسل روحه فحيه أيو كان بيتكلم عن عظام ميتة عظام يابسه يعم هو مصدر الحياة نعم هو اللي بيقيم الموتة ويحي الموتة عشان كده عايزين نرجع تاني أنه الكنيسة ترجع تمتلئ من الروح تعتمد على قوة الروح تنقاض بالروح تسمع الروح تتحرك والروح الكرس يبقى فيه علاقة مع الروح الكرس يعني اليوم أنا شايف نقطة كتير كتير صعبة أنه صنفنا حتى الطوايف المسيحية بفكرة كتابية وكأنه هذا يعني إلنا أنا شخصيا حضرتك من الكنيسة الرسولية كأنك تمتلك الروح الكرس هو تابع للكنيسة الرسولية أو كنيسة معمدنية بتركز على المعمودية أو كنيسة تاريخية اللي بتركز مثلا على التعليم ولكن أيضا يعني كأنه العذرة هي من نصيبهم يعني فصار كل شخصية أو كل عمل أو كل شيء كأنه من نصيب طايفة معينة وإحنا مننسى الفكر الكتابي هو الفكر المتكامل المهم في الكنيسة جسد المسيح في الكنائس المحلية سواء كانت كنيسة في في فليبي ولا في أفسس ولا في آسيا الصغرى ولا في مصر ولا في فلسطين يعني فيه كنيس ولكن الروح واحد اعتمدنا لجسد واحد وسقينا الروحان واحدة نعم الروح الكرس مش الكنيسة معينة لا ولا المجموعة معينة ده كلام غير حقيقي الروح الكرس للجميع ولما انسكب الروح الكرس يوم الخمسين انسكب على الجميع نعم وكل لغات مختلفة موجودة ونوعيات مختلفة موجودة ربا عايز يسكب على الكبار والصغيرين الرجال والنساء أيها كان الخلفية أيها كان الوطن البلد الروح الكرس للجميع ومتاح للجميع ومستعد بس اللي يقباله لأنه بكل أسف عطر أسيس هو ليه مرات بيغيب عن إحدى الكنائس لأنه الكنيسة مش مرحبة بيه صح هي قلت له شوية كده للروح الكرس إحنا هنعرف نعملها إحنا بها عندنا خبرة الأكستريمز في ناس أغلقت على الروح الكرس في صندوق وفي ناس يعني شوهت فكرة الروح الكرس بالتطرف الآخر إحنا محتاجين الفكر الكتابي في هذا الموضوع لأنه محتاجين الروح الكرس يعني أنا لما أجيت للإيمان أنا اكتشفت أنه استحالة أنك تخدم بدون الروح الكرس فكان لازم أمتل من الروح الكرس ده حقيقة محدش يقدر أنا مش عارف إزاي أي حد يفكر يعني كده من غير روح الكرس يعني أنا مش عارف إزاي فعلا باجت صعوبة وده بيعني على طول أنه محافظ على علاقتنا مرح الكرس لا لإحزان الروح الكرس التوبة المستمر طاعة للروح الكرس لما يقولي اعمل كذا تعملش كذا سرب بالتردي قول كده اعتذر هنا الكتاب بعلم لا تقوم الروح لا تكذب على الروح لا تجدف على الروح وهكذا لا تطفق الروح لا تحزن الروح لأنه شخص وهو معنا حقيقة أنا عايزة أرأيها في النقطة دي قبل ما نتنقل العمودتين يعني في الأعمدة الكنيسة اللي احنا محتاجينها الحكي حلو معاك أسيس عم بمر الوقت هيك الكتاب بيكلم عن الكنيسة في وقت البداية فقال تعبير عنها قوي جدا ازاي كانت الكنيسة بتسير بقوة الروح الكدس عدد 31 وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة أعمال 9 9 31 فكان لها سلام نعم وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح الكدس كانت تتكاثر أمين بصر روعة وكلهم جليل السامرة والشليم كل الكنائس نفس المستوى نفس المستوى كلها بتسير في خوف الرب وبتعزية الروح الكدس كانت بتزداد وتأمل دي رسالة لنا دي رسالة لنا لا تقاثر ولا تعزية ولا انطلاقة ولا حياة ولا بركة الكنيسة بدون أن نمتلئ بالروح ونخضع لكد الروح ونسمع للروح ونتحرك ورا الروح وده مفتاح رائيب حياخد الكنيسة من حتة لحتة تانية أمين ويا رب فعلا يحركنا متل محرك الكنيسة الأولى ونمتلئ من روح الله والدوب الأنانية والدوب الانقسامات والدوب هاي كنيست وهاي كنيستك كلياتنا نركز على يسوع المسيح أمين أنت كده قلت جملة دخلتني في العمود التاني خلاص في العمود التاني فمعرفش أنا شكلي عم بفتح مفاتيح أيوة لما قلت فكرة الوحدة العمود التاني الوحدة الوحدة أوكي شفت؟ الوحدة مفتاح رهيب الروح الكدس ما يقدرش يتحرك وسط جماعة منقسمة واو يقف وده اللي بخليك تروح أماكن يا رب كل الناس تسمعي الرسالة يعم تروح كنايس وأماكن تشعر أن المكان فيه حاجة غلط أنت في كنيسة سجو مقفول مش عايف تسلي مش عايف تعبد مش عايف توعز فيه إيه؟ فيه انكسام فيه عدم غفران مفيش وحدة فالأجواء تقيلة مفيش عمل لروح كرز فإحنا نحسين إحنا بنعمل حاجة على حد تعبير حد مرة قال لي قال لي بروح أتعب فمش هروح لأ وبتتكلم بكلام بطج وبرجع عليه كأنه يعني فعلا وحسال أسيس ونفس الرسالة بتكون في منطقة تانية تنيسة روحية بتحسك روح الله عم بالسود على المكان ده حقيقة الوحدة عمود غالي عشان كده الكنيسة الأولى تعبير المشهور عنها وكان الجميع معا بنفس وحدة أكتر الطريقة يستخدمها العدو لإيقاف الكنيسة عن انطلاقها في تأثيرها هو أن يخبط وحدة الجميع ودي أسهل حاجة وإحنا مش وعيين للقصة دي أنا بشوف حتى تغلطت في حقي فأنا ناسي خالص فكرة الوحدة أنا بشوف الموضوع من زاوية أنا متضايق أنا تغلط في حقي فين كرمتي فين اسمي فين مكانتي فين مش عارف إيه وبنسى فكرة إنه ده بيعمل انقسام وبيمزع الجسد وبيوقف عمل الرب وبيإزيني أنا كمان أيها أنا كفرد بقوذة عشان كده فيه آيات أنا نفسي مبص عليها فضل أنا هم قوي في متى 12-25 قانون أنا بعتبر ده قانون لازم الكنيسة تعلنه بكل هدوح ليه لأن ده اللي قاله رب يسوع ده مش من عند حد من طيفة ولا كنيسة ولا قائد لكن ده رب يسوع هو كان بيرد على اتهام موجه ناحيته إنه هو ببعاليزابول يخرج الشياطين هو رد بس حطلنا مبدأ الحقيقة قوي جدا عد 25 يقول فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخربوا وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت واو مملكة مدينة بيت يعني كانوا بيقول لي مملكة ضخمة منقسمة هيخرب مدينة منقسمة تخرب طب بيت منقسم يخرب وكانوا بيحط لي مبدأ هنا ثبات واستمرارية ونجاح أي بيت مدينة مملكة كنيسة مرتبط بالحفاظ على الوحدة وده دور كبير جدا ولابد أن يعلم يبقى كل واحد في الكنيسة يعرف أنه مسؤول عن حماية وحد الكنيسة ده مش دور قسيس بس ولا قائد ده شعب الرب كله إحنا مدعوين أن إحنا نكون متحدين معنا وعدم وحدتنا بيدمرنا لأنه بيعطي لإبليس مكان فبيخرب ويؤذي في جسد الرب وعمل الرب وبيوقع وروح كل رسل مقدرش تحرك واستأجواء زي كده ترجمة نانسي قنقر بعد إذنك ممكن أقرأ من أفسوس أربعة بقول أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع ووداع وبطول أنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام بكمل بقول جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كل وفي كلكم طبعا بعدين بيكلم عن المواهب والنعم اللي الله بيعطيها كنت أقول الآي دي بس أنت تشوف روح الكرز بيقول كنت عاوز أقول شيء مهم كتير كتير أنه إحنا لازم ندرك بغض النظر شئنا أم أبينا إنه إحنا واحد في المسيح ولكن محتاجين نطبق مش نتعلم نطبق الموضوع إحنا واحد لثلاث أسباب يسوع هو رأس الجسد نمرة اثنين الروح القدس سقينا بالروح الواحد ونمرة ثلاثة نرجع لنفس الموضوع الكنيسة التي اقتناها بدمه كنيسة الله يعني إحنا ندفع فينا ثمن غالي وهذا المفروض اللي خلينا واحد يس يسوع هو الرأس الروح القدس فينا واشترينا بثمن غالي وثمين نعم بس هنا أنت في الآية قلت حتى فيها مكتهدين كأنه في تعب في الكس مش بسيط في دور خلينا أقول كده ببساطة الوحدة تحتاج إلى جهد وتعب ودفع ثمن إلى جهاد جهاد أولا إحنا بنصلي قليل حماية على الوحدة كل أسف لو إحنا مبساطين مع بعض وكويسين ما بنصليش لأجل لأنه ربنا يحفظ وحدتنا ومش شايفين العدو بيقول بيحبوا بعض كده وكويسين مع بعض لازم أخبطهم في بعض وأما المحبة فلتكن بلا رياء يعم فبيحاول يخبطنا لو أنا بصلي لأجل إحفظ علاقاتنا مع بعض وعينا لو في أي حاجة هتبوز العلاقة الحاجة الثانية ده واحد وده مهم وعايز أأكد ده الصلاة أنا بقول لكل حد في كنيسة كل عضو في كنيسة كل خادم دعونا نصلي لأجل وحدتنا دعونا نطلب حماية على وحدتنا دعونا نطلب الرب يظلل على الكنيسة ويحفظ سلامها وتكون بقلب واحد وبنفس وحد ده ورقم واحد في الجزئ دي اتنين إني أجتهد أحافظ على الوحد ححكي موقف شخصي فضل حصل إني حد من الأحباء عندي في الكنيسة وصلت له معلومة غلط فزعل مني وقالوا لي فلان زعلان منك وأنا معملش كالي خلص ولا قلت ولا حصل ولا أي حاجة فقلت وبزعل الحاجة غلط الفكرة اللي جاتني روح له لأنني كان قدامي ساعتها الفترة دي التعبير ده إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه إن سمع منك فقد ربحت أخيك التعبير ربحت أخيك ده كان لسه ربنا عمله لي كده زي النور كده فقلت هروح له عشان أربحه وأنا رايح لك بالعباية رايح له قاعد بصلي فبقول لرب أنا رايحك سب أخوي فمن فضلك حضورك والديني نعمة أنا عارف هيروح يبقى زعلان لسه أول طلعة هو زعلان غلط بس معلش الديني نعمة أحتمل الحتة لقول لحد ما فهمه ويبدأ يستريح أنا رب رايح أكس يا رب أنا بأكد لك أنا رايحك سب أخوي فتعلم معي أنا عايز لك سب أخوي ولما روحت برضو السلام الأولان رحت له البيت السلام الأولان شوية كتحس إنه وزعلان قعدت وقعت له أنا جاي لك لأنك أنت غالي وأنا بحبك وعايز أرباحك مش عايز يبقى في حاجة بيننا أشرح لك المواقف وأنا بشرح المواقف قال لا 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 أنا فهم غلط إيه دا ما كنتش فاهمي القصة كده وابتدأ إيه يتغير شكله وكتر خيرك تجين يا بونا عشان لحد البيت قلت له آه لأنك أخوي أنا عايز أكسابك هنا مفتاح رهيب هو دا يومي بعمله كان سهل الحياة ما كان فيه سهل برضو حاس إن أنا كان حتة جوايا إن أنا ما عمدتش حاجة غلط بس هعمل دا عشان أرباح أخوي فالقصة المتعبة لا يا متعبة جدا لأنه مرات بتلاقي علاقات بتنكسر وحتى اسمك يعير وبصير إشاعة مذمة وإحنا كخدام مثل ما بيحكي الكتاب بسيط حسن وبسيط رديل وفي ناس بتحكي عليك وإنت مش عارف إنه حتى بتحكي عليك وفي أنا في اختبار بعد 30 سنة شخص ما خد فكرة غلط عني بعد إن اكتشفها بعد 30 سنة إنه أنا مش يعني تخيل الموضوع الوقت عم بمر بسرعة السيس فإحنا بنحكي عن الأعمة دي فإنت تكلمت عن الروح القدس وتكلمت عن الوحدة وفي بعد قديش في قدامنا لا لسه كم حاجة تاني كان خلينا ندوس بنزينة شوي أمين أمين فضل العمود الروح القدس عمود الوحدة عشان دي كنيسة اللي نقدر نتمتع فيها بعمل الله الحاجة التالتة الحضور الإلهي الحضور الإلهي مش عملية طبيعية بتحتل تلقائي لا الجائعين الطالبين لهذا الحضور الإلهي لأنه مرات نستعيد عنه ببعض الشكليات وبعض الحاجات اللي نعملها يتلاقي الناس حتى تسمع التعبير دي ولكي الكنيسة دي تروح تتقابل مع ربنا هناك تلاقي الرب موجود هناك طب يعني هي فكرة الحضور الإلهي إيش بالزبط يعني بتقصد فيها استعلان حضور الله في مكان أنت بتلمس الحضور ده أنه بتشعر في حاجة جواك بتتغير صوت ربنا بقى واضح الكلمة فرق في روحك أجواء المكان بخلك عارف تستقبل أمور فبتتغير يقولي دخلت المكان ده تغيرت لأني شفت الرب الرب هنا هيبت حضور الرب هنا في فرح حقيقي سماوي هنا في عمل بيحصل فروحي في المكان ده التعبيرات دي كتير جدا تسمح مع الناس اللي بيروحوا أكتر من المكان وبيروحوا الكنيس فيبلمسوها هل لها معنى كتابي؟ آه طبعا طبعا لها تعبيرات كتابية حقيقية جدا أنه في العهد القديم والعهد الجيد العهد القديم مما كان يتكلم عن تابوت العهد وإزاي أن تابوت العهد لما يكون موجود في المشهد المشهد بتغير ده أنا بحب جدا كلمات مزمور 114 لما يقول البحر رآفها رب الأردن راجع إلى خلف رآه رآه مين؟ رآه الرب شفيني الرب تابوت العهد حضوره رمز حضوره فالأردن راجع إلى خلف في شوق 3 بسبب حضور الرب فحضور الرب تحدث فيه تغيرات حقيقية في حياة الناس يعني أنا أحكي موقف في دقيقتين مش عارف وقت بقيتنا قدي عشان يعني أكم دقيقة قدامنا يعني حوالي 6-7 دقايق طب سريعا عشان أقول البقى الأعمدة فهقول الموقف ده وهتنقل فورا كان فيه اتنين مختلفين مع بعض مش عارفين نصليحهم مع بعض خالص حاولنا كل الجهد كلنا كلنا مفيش وحاضرين اجتماع صلاة الاتنين وزعانين مع بعض مش بيسلموا على بعض وفجأة وحنا بنصلي مجد الرب من المكان شعرنا أنه فيه حضور رهيب للرب في المكان الاتنين خرجوا من أماكنهم وراحوا حضنوا بعض وبكوا واعتذروا ربا بدون ما نعمل حاجة احنا بسبب حضور الله في اجتماع الصلاة بتدوب حاجات بتشفي شفاءات جسدية ممكن من غير ما حد يكلم حد نفسيات بتتفك روحية الناس بتطلق من قيود فالكنيسة طبعا الحضور لها ممكن نختبر في قطي في خلوة الشخصية لكن المفروض لما إذا اجتمع سنين أو سلاسة باسمي هناك أكون في الوسط اجتماع الكنيسة مع بعض هو زي ما أحسن وما أجمل أن يجتمع الإخوة معناه هناك أمر الرب بالبركة حياء الأبد فالحضور الله مفتاح مغير والناس هتروح الكنيسة اللي هتقابل فيها ربنا آمين آمين نقول واحدة كمان نقول كمان عمود عمود تاني الصلاة والعبادة خلينا نعتبرهم مع عمود واحد بس الصلاة في الكنيسة الكنيسة المصلية التي تؤمن بقوة الصلاة هالكنيسة اللي هتحتاجينها لأنه غياب الصلاة غياب العلاقة مع الرب والإيمان بالصلاة وعمل الصلاة في حياة الناس بيخلي الناس تقف عجزة قدام الواقع والمنظور الكنيسة الأولى بطرس في السجن يقول إيه في أعمال 12 وكانت الكنيسة تصير منها صلاة باللجاجة الصلاوات دي نتيجتها انفتح السجن سقطت السلاسل خرج بطرس ليخدم ويكمل دعوته فيه كنيسة وقفة بتقول له عايزين مشيئتك نحن لا نغير مشيئة الله بالصلاة نحن نتمم ما في قلبه نأتب مشيئة الأرض بالصلوات فالكنيسة المصلية تختبر آياته عجائب كنيسة المصلية بتعيش مجد حقيقي وبتغير في حيات الناس وبتعلم الناس يصلوا لأجل ولادهم لأجل بيتهم لأجل بلدهم فيشوف تغير في البلد نتيجة الصلاوات اللي بتعلمها الكنيسة والعبادة دي العبادة مهمة جدا تكملة ليها العبادة الحية اللي في الكنيسة اللي فيها الناس مشغولة بالمسيح مش رايحين نتعز رحين نقدم زبيحة رحين نقدم زبيحة لي بنحبك بنحبك جيين نكرمك جيين نباركك جيين ناشغولين بك جيين نقدم عبادة وسجود وحمد لك لأنك مستحق وإحنا بنعبده يعلن حضوره بقوة وتطلع صلوات ونروح كرسي تحرك وما كدر رب يمنى الكنيسة ناس تتولد وتعرف المسيح وناس تتغير وناس تتبني وهذه الكنيسة فيعني لحظت من كل الأعمد اللي اتكلمت فيها كلها كنيسة أو كلها أعمدة مترابطة ما فيك تفصل شيء عن الآخر تماما يعني سواء في عمل الروح القدس الوحدة الصلاة العبادة وإيش كمان حضور الله فكله يعني مترابط في بعضه حقيقي لأنه منفعش تفصل حاجة عن حاجة لو غابت حاجة من دول الباقي مش بيكمل طبعا إحنا حكينا عن الكنيسة التي نحتاجها في معانا أكم دقيقة هيك شي تلت دقايق أسيس فأنت يعني حكيت عن هذه النقاط الفكرة الصحية على الكنيسة والأعمدة الصحيحة للكنيسة إيه الكنيسة اللي احنا محتاجينها اليوم احنا نحتاج إلى كنيسة مشغولة أن تمجد المسيح غرضها هو هدفها هو قوتها إلهية دستورها إلهي وكنيسة تبنى على الفكر الكتابي الصحيح بتتحرك وراء الرب وبتعتمد على الموارد الإلهية وبتعلن الحق الكتابي مش بتبسط الناس نو مش هنبسط الناس ولا نرضيهم ولا نفرحهم احنا هنمجد صاحب الكنيسة رأس الكنيسة اللي دفع تمنه في الكنيسة تمن غالي هو مشغولياتنا هو غرضنا هو هدفنا موجودين هنا على الأرض كجسده نمجده ونتمم مقصده نضيء للعالم نظهر مجده للعالم ننشر رائحة المسيح في كل مكان ندخل الكنيسة نحمل حضوره نحمل نوره وينعكس مجده عندنا نطلع للعالم ننقل الحياة ننقل ريحته محبته نعمته فالعالم يتغير الكنيسة اللي محتاجينها الكنيسة بتغير العالم لأنها ممتلئة من روح كوروس وممتلئة بمجد المسيح آمين ولو فيه يعني ناس عم بيحضرونا عندهم فكرة مغلوطة وفيه خادم حاسس بفشل في هذا الموضوع ايه نصيحة أخيرة ممكن يعني تقدم للطرفين يعني أقول للخادم ما تحبطش تعالى الرئيس الرعاة شخص الرب يسوع اللي قال أنه هو حيكافئ الرعاة بإكليل المجد ما تحبطش تشجع تعالى الرئيس الرعاة تعالى لي وقول له أنا تعبين ومتلخبط ويسيب نفسك ليخسلك وينقيك وينعشك ويملاك باللي على قلبه ويرسلك مرة تانية بقوة ويقودك تعمل ايه في الكنيسة اركع قدامه وقول له أنت صاحب الكنيسة أنت رأس الكنيسة أنت مخلصة أنت ربها أنت سيدة أعمل ايه يديك مفاتيح بالروح الكرس تعمل ايه شعب الكنيسة محتاج يصلي لأجل الكنيسة أكيد نقف قدام الرب الكنيسة اللي ربنا حطنا فيها ونقول له عايزين الكنيسة دي تختبر مجد حضورك اش فينا وبرضو روح الكرس هيكود أفراد مرات يكودنا لصوم ناخد 3-4 تيام صوم لأجل الكنيسة مرات يكودنا لتوبة عن أخطاء وعن كبرياء مرات يكودنا لغفران لبعض وتصامح وتصالح ومرات يكودنا أننا نتحرك في سكة والرب فيها أمور دعانا نعملها أمين أمين يا أسيس بليز زورنا مرة تانية وتالتة نحب دايما نشوفك وربنا يباركك ويبارك خدمتك ويبارك كنيستك وشكرا جزيلا شكرا ربنا يباركك كلمة الله تعلم مكتوب والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال ظهر الدهور وخلينا دائما نتذكر أن لا نحبط أن هذه الكنيسة هي كنيستة الرب يسوع وإحنا جسده وهو اللي قال أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها والكنيسة تتقدم وتنتصر وتأخذ مواقع جديدة وأنا أتكلم عن الكنيسة الروحية المليانة بروح الرب حان الوقت أنه نتحد حان الوقت أن يكون فيه شفاء بين الكنائس وبين الخدام حتى نمجد ونعكس جمال وصورة الرب يسوع المسيح في حياتنا أنا بصلي أنه الرب باركك من خلال هذه الحلقة اكتب لنا اتصل معنا بحب أسمع منك والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر